بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع الفتن والملاحم وأخبار آخر الزمان الحلقة رقم خمسة وخمسين باب منه آخر اثنتان وسبعون خصلة من علامات الساعة خرج أبو نعيم الحافظ من حديث حذيفة بن اليمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الثاعة تتان وسبعون خصلة إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة وأضاعوا الأمانة وأكلوا الربا واستحلوا الكذب واستخفوا بالدماء واستعلوا البناء وباعوا الدين بالدنيا وتقطعت الأرحام ويكون الحكم ضعفا والكذب صدقا والحرير لباسا وظهر الجور وكثر الطلاق وموت الفجأة وأتمنى الخائن وخونا الأمين وصدق الكاذب وكذب الصادق وكثر القذف وكان المطر قيضا والولد غيضا وفاض اللعام فيضا وغاض الكرام غيضا وكان الأمراء فجره والوزراء كذبه والأمانة خونه والعرفاء ظلمه والقراء فسقه إذا لبسوا مصوح الضأن قلوبهم أنت من الجيفة وأمر من الصبر يغشيهم الله فتنة يتهاوكون فيها تهاوك اليهود الظلمة وتظهر الصفراء يعني الدنانير وتطلب البيضاء يعني الدراهم وتكثر الخطايا وتغل الأمراء وحلية المصاحف وصورت المساجد وطولت المنابر وخربت القلوب وشربت الخمور وعطلت الحدود وولدت الأمة ربتها وترى الحفاة العراتة قد صاروا ملوكا وشاركت المرأة زوجها في التجارة وتشبه الرجال بالنساء والنساء والرجال وحلف بغير الله وشهد المرء من غير أن يستشهد وسلم للمعرفة وتفقه لغير الدين وطولبت الدنيا بعمل الآخرة واتخذ المغنم دولا والأمالة مغنما والزكاة مغرما وكان زعيم القوم أرد لهم وعقى الرجل أباه وجفى أمه وبر صديقه وأطاع زوجته وعلت أصوات الفسقة في المساجد واتخذت القينات والمعازف وشربت الخمور في الأرق واتخذ ظلم فخرا وبيع الحكم وكثر الشرك واتخذ القرآن مزامير وجلود السباع صفاقة والمساجد أرقا ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا وقذفا وآيات غريب من حديث عبد الله بن عمير عن حذيفة لم يروه عنه فيما أعلم إلا فرج ابن فضالة قال المؤلف رحمه الله وهذه الخصال قد تقدم ذكرها في أحاديث متفرقة وكلها بينت المعنى إلا قوله وجلود السابع صفاقا قال الجهري الصفاق الجلد الرقيق تحت الجلد الذي عليه الشعر وخرج الدار قطني عن عامل الشعبي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من إطراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين وأن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجأة قال الجهري معنى قولا أن يرى ساعة يطلع لعظمه ويوضح حديث آخر من أشراط الساعة انتفاخ الأهلة ويقال رأيت الهلال قبلا وقبلا أي معاينة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الاعجاب بالنسبة والاشتراك في القناة